السلام عليكم كيف حالكم يا طلاب الاعزاء بخير الحمد لله انكم بخير اليوم سوف نتعلم درس لغه عربية للصفوف الثانية موضوع الدرس سيكون قصيدة الشجرة بداية سوف اعرفكم عن نفسي انا هدى ابو زايد مرشدة للواء المركز قصيدة الشجرة للصف الثاني الان سوف اقوم بعرض رسم عليكم اريدكم ان تنظروا الى الرسم جيدا وتصفها بكلماتكم الرائعة هيا بنا هذه هي الرسم انظروا جيدا الى الرسم رسمه فكروا ايضا هل فكرتم من يريد ان يشاركني ماذا ترون في هذه الرسمه ماذا ترون في هذه الرسمه اوصف لنا هذه الرسمه من يريد ان يشارك شكرا لك شكرا لك احسنتم والان سوف اقوم بعرض القسم الاول من الرسمه من القصيده الكسم الاول من القصيده يصف لنا الرسمه التي كنتم بوصفها بكلماتكم تماعنوا بالكسم الاول من القصيده والان سوف ننتقل الى الرسمه الثانيه هذه هي الرسمه الثانيه انظروا جيدا ماذا ترون في هذه الرسمه اوصفوا لنا هذه الرسمه الجميله هيا هيا فكروا فكروا معي رائع هل انتهيتم؟ نعم احسنتم والان سوف ننتقل الى عرض القسم الثاني من القصيده هذا هو القسم الثاني من القصيده وايضا هو يصف الرسمه التي عبرتم عنها بكلماتكم تماعنوا ايضا بالكسم الثاني من القصيده والان اريد ان اسألكم سؤال ماذا تتوقعون ان يكون موضوع درسنا اليوم عن ماذا يتحدث درس اليوم هيا فكروا معي احسنتم من يريد ان يشارك؟ عن ماذا تتحدث القصيده اليوم؟ عن الشجره رائع من ايضا يريد ان يشارك؟ تفضلي عن اهميه الشجره احسنتي ومن ايضا يريد ان يشارك بالاجابه؟ تفضل عن فائده الشجره رائع هل هناك احد منكم يريد ان يشاركني ايضا؟ نعم انت عن عيد غرس الاشجار ممتاز والان والان سوف اعرض عليكم القصيده كاملة اريدكم ان تقرأوا القصيده كراءه صامته سوف اعطيكم مده خمس دقائق وبعد ذلك نكمل اشتركوا في القناة 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 طلاب الاعزاء بقي لديكم دقيقه واحده هيا انه القراءه اشتركوا في القناة 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 القصيده? نعم كيف كانت قراعات القصيده سهلة جيدة الان سوف اطلب منكم سؤال ماذا يطلب منا القارئ الشاعر من الكراء؟ ماذا يطلب الشاعر من الكراء؟ مرة اخرى سوف اعيد السؤال ماذا يطلب الشاعر من الكراء؟ ماذا يطلب منك ومنك ومني نحن الكراء في هذه القصيده سوف اعطيكم لتفكروا هيا فكروا امامكم القصيده فكروا في السؤال واريد جواب هل امتهيتم احسنتم من يريد ان يشارك تفضل ماذا يريد الشاعر من الكراء احسنت يريد ان نغرس شجره وماذا ايضا احسنتي ان نزرع شجره ممتاز كل الاحترام لكم والان سوف اقوم انا بقراءه القصيده وانتم عليكم ان تصغوا وتركزوا اصغاء وتركيز هيا قصيده الشجره شجره شجره اغرس شجره تخضر الارض وتبتسم تصف الدنيا يحل النسم انغام خضر تسحرني هذه الاشجار فلنزرع ارجاء الوطن ضفقات نهار والنسك الانغام العطره والطبق بلادي مزدهره الجو باهيج والارض عيد الشجره دنيا عطره اغرس شجره اغرس شجره هذه القصيده من تأليف الشاعر سليمان العيسى ومن كتاب لغتي في الصيف الان سوف انتقل الى الاسئله اسئله المناقشه هيا بنا هذه هي اسئله المناقشه لكل سؤال سوف اعطيكم دقيقه ولكن هناك اسئله بحاجه للتفكير سوف امدد الفتره لكم فيما بعد من يريد ان يقول لي السؤال الاول ان يقرأ السؤال الاول هيا اقرأ السؤال الاول احسنت ما هي موضوعات القصيده عن ماذا تتحدث القصيده سوف اعرض الان امامكم القصيده رائع تتحدث القصيده او موضوعه القصيده عن عيد غرس الاشجار او عن غرس الشجره ممتاز السؤال الثاني من يريد ان يشارك ويقرأ السؤال الثاني تفضلي بصوت عالي اريد ان اسمعك احسنتي ماذا يطلب الشاعر من القراء مرة اخرى اعيد السؤال ماذا يطلب الشاعر من القراء هيا فكروا القصيده امامكم اقرأوا وفكروا وبعد ذلك نجيب ساعطيكم دقيقه هيا هل انتهيتم احسنتم السؤال الثالث اريدكم ان تفكروا في السؤال الثالث جيدا وسوف اعطيكم اكثر من دقيقه من دقيقه حتى دقيقتين السؤال الثالث يقول من يريد ان يقرأ معي السؤال الثالث من يريد ان يشاركني في قراءه السؤال الثالث انت تفضلي هيا استعمل الشاعر كلمات من عالم النبات والاشجار حددها مرة اخرى نعيد السؤال هيا معي استعمل الشاعر كلمات من عالم النبات والاشجار حددها نعود الى القصيده ونبحث عن الكلمات التي تتبع الى مجموعة النبات والاشجار هيا بنا نبحث عنها تستطيعون ان تحددوها على الشاشه بالاصبع او تستطيعون ان تكتبوها على وركه خارجيه ساعطيكم مده تفكروا دقيقتين اشتركوا في القناة 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 والان عدنا السؤال الثالث وعيد مرتنا السؤال اقرأ لكم انا السؤال الآن استعمل الشاعر كلمات من عالم النبات والاشجار حددها هل قمتم بتحديدها من يقول لي كيف حدد الكلمات اولا كيف حددتم الكلمات بالالوان احسنت وانت كيف حدد بالكتابة على الوركة احسنت وانت كيف حددتها احسنت على الشاشة احسنتم الآن سوف نعود الى القصيدة لنحدد الكلمات التي تتبع الى عالم النبات والاشجار هيا بنا من يريد ان يشاركنا يلا شجرة احسنتم ماذا ايضا اغرس ممتاز ماذا ايضا الاشجار احسنت ماذا ايضا مزدهرة ممتاز ماذا ايضا اغرس رائع ماذا ايضا من يريد ان يشاركني انت فالنظرة احسنتم جميعا هذه هي الكلمات التي تتبع الى مجموعة النبات والاشجار في القصيدة الان سوف نأتي الى السؤال الرابع من منكم احبائي يريد ان يقرأ لي السؤال الرابع بصوت عالي من يريد تفضل هيا احسنت قراءة سليمة هيا بنا نقرأ السؤال الرابع معا استخرج على الاقل عبارة واحدة اعجبتك من النص ثم اشرحها سوف نختار عبارة واحدة من النص النص امامكم وسوف تقوم بشرح هذه العبارة بكلماتك الجميلة ممكن ان تختار العبارة وتقوم بكتابتها على الدفتر او على وركة ثم تفكر بها وتشرحها سوف اعطيكم دقيقتين بتفكروا وتشرحها احسنت 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والان سوف نناقل الى السؤال الف السؤال الخامس يقول هل تؤيد غرس الاشجار علل هل تؤيد غرس الاشجاري؟ علل لماذا تؤيد غرس الاشجار؟ لماذا تؤيد غرس الاشجار؟ هل لديكم حديقة في البيت؟ هل يوجد فيها اشجار؟ ماذا تعطينا الاشجار؟ كيف نحافظ على الاشجار؟ ما هي اهمية الاشجار؟ ولماذا ذكرت الاشجار ايضا في القرآن؟ شجرة الزيتون، التين والزيتون لأهميتها احسنتم اذا لماذا انت تؤيد غرس الاشجار؟ ساعطيكم الآن ثلاث دقائق لتكتبوا هذا السؤال في الدفتر وتجويبوا عنه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هل انتهيتم؟ سوف اعطيكم وقت اضافي فيما بعد ولكن قبل ان نجيب عن السؤال الخامس سوف نعود للسؤال الرابع ماذا يقول السؤال الرابع؟ استخرج على الاقل عبارة واحدة اعجبتك من النص ثم اشرحها اجبتم عن هذا السؤال؟ من يريد ان يقول لي اجابه؟ نعم من يريد؟ تفضل العبارة الاولى في القصيده اقرأ العبارة الاولى في القصيده ما هي العباره الاولى في القصيده هيا مع ان نقرأ العباره الاولى في القصيده شجره شجره اغرس شجره احسن اشرحها لي ماذا تقول هذه العباره بكلماتك اشرح ماذا ماذا ان نزرع شجره احسن كلمه اغرس ما هو مراضي كلمه اغرس الان قلت نزرع او احسنت شجره شجره اغرس شجره 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 اغرس شجره نستطيع ان نستبدل كلمه اغرس بازرع هيا نجرب شجره شجره هيا معي ازرع شجره احسنتم شجره شجره ازرع شجره احسنت عباره جميله وقمت بشرحه بصورك واضحه شكرا لك عزيزي والان سوف اقوم برسم شجره على اللوح احضروا قلم او الوان سوف نرسم معا شجره وطبعا انتو تقوموا بتلوينها بالوانكم الجميله هيا سوف نرسم شجره هنا انا سوف ارسم شجره هكذا هذه هي الشجره في داخل كل في داخل الشجره سوف نرسم قلوب طبعا انتم تختاروا الالوان هذه هي القلوب ولكن قبل ان اقول لكم ماذا سنكتب في القلوب من يريد ان يقول لي ماذا سنكتب في القلوب ماذا سنكتب تفضل فوائد الشجره احسن انت ايضا كلمات من القصيده رائع انت ايضا ماذا لم اسمع اهميه الشجره احسنت ايضا فوائد الشجره ماذا ايضا احسنت انواع الاشجار رائعه كل الاحترام انا ساطلب منكم ماذا اريد انا ان اكتب في القلوب اليوم انا ساكتب في القلوب الامنيات كل واحد منكم يكتب امنية واحده داخل القلب الاحمر كل واحد يكتب امنية واحده داخل كل قلب احمر سوف اترككم تنهون هذه الفعلية في البيت والان سوف نأتي الى نهاية الدرس اولا سعدت بمشاركتكم جدا وتفاعلكم مع القصيده ومع الدرس من يريد ان يقول لي بكلماته عن ماذا تعلمنا اليوم في القصيده عن ماذا تعلمنا اليوم في القصيده نعم احسنتم من يريد ان يقول لي كلمه جديده اليوم تعلمها في القصيده كلمه جديده تعلمها اليوم في القصيده تفضل كلمه اغرس هل تستطيع ان تقول لي ما هو مراد في كلمه اغرس او تعطيني معنى اخر لكلمه اغرس نعم ازرع اذا ضع كلمه اغرس وضع كلمه ازرع في بنك الكلمات لديك في البيت ليكون لك بنك كلمات مع المرادف شكرا لكم اعزائي الطلاب والى اللقاء في درس اخر وموضوع اخر الى اللقاء موسيقى